بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس الإحصاء للفصل الدراسي الثاني عزيزي الطالب حلقتنا لهذا اليوم ستكون تحت عنوان الانحدار عزيزي الطالب سنتكلم عن الانحدار بإسهاب وسنأخذ مجموعة من التمارين المتنوعة ولكن كل ذلك بعد الفاصل عدنا عزيزي الطالب ملكهم مرة أخرى وفي موضوع درسنا لهذا اليوم وهو عبارة عن الانحدار انتبه معي عزيزي الطالب سنأخذ عزيزي الطالب بداية معادلة خط الانحدار وهي معادلة انحدار مستقيم تكتب على الصورة التالية صاد هاد تساوي ألف زائد باء سين حيث أن ألف ترمز أو ترمز إلى طول الجزء المقطوع من محور الصادات وباء ترمز إلى ميل المستقيم انتبه معي عزيزي الطالب إلى هذا الشكل الظاهر على الشاشة كما هو ظاهرا لدي الأحداث السيني والأحداث الصادي ونحن نعمل في الربع الأول خط انحدار صاد على سين كما هو ظاهرا لدي عزيزي الطالب صاد هاد تساوي ألف زائد باء سين وكما سبق وأن أوضحت أن ألف هو طول الجزء المقطوع من محور الصادات وباء هو ميل المستقيم أيضا سنأخذ في إيجاد معادلة خط الانحدار طريقة المربعات الصغرى وهي تتضمن الخطوات التالية صاد هاد تساوي ألف زائد باء سين حيث ألف الجزء المقطوع من محور الصادات وباء ميل المستقيم وباء تساوي نون مجموع سين صاد ناقص مجموع سين ضرب مجموع صاد على نون مجموع سين تربيع ناقص مجموع سين الكل تربيع ألف تساوي صاد شرطة ناقص باء سين شرطة حيث صاد شرطة تساوي مجموع صاد على نون وهي المتوسط الحسابي لقيم صاد وسين شرطة تساوي مجموع سين على نون أي المتوسط الحسابي لقيم سين خطوات إيجاد معادلة خط الإنحدار بطريقة المربعات الصغرى ستكون كالآتي عزيزي الطالب بداية تعيين قيمة باء اثنين تطبيق الصورة ألف تساوي صاد شرطة ناقص باء سين شرطة ثلاثة نكتب معادلة خط الإنحدار صادها تساوي ألف زائد باء سين بعد ذلك أربعة التنبؤ بقيمة صاد إذا علمت قيمة سين رقم خمسة تحديد مقدار الخطأ وهو يساوي القيمة المطلقة لي القيمة الجدولية ناقص القيمة التي تحقق معادلة خط الإنحدار بذلك هذه هي الخطوات التي سوف نتبعها عزيزي الطالب في إيجاد معادلة خط الإنحدار بطريقة المربعات الصغرى لنأخذ مجموعة من التمارين انتبه معي البيانات التالية تعبر عن عمر الشخص وعدد الساعات التمرينات الرياضية التي يقوم بها الجدول عزيزي الطالب يتضمن الآتي العمر وهو سين وعدد ساعات التمرين وهي صاد ثمنتعش ستة وعشرين وهي طبعا قيم سين ثمنتعش ستة وعشرين ثنين وثلاثين ثمانية وثلاثين ثنين وخمسين وتسعة وخمسين في حين أن عدد ساعات التمرين صاد هي عشرة خمسة ثنين ثلاثة واحد ونص وواحد السؤال عزيزي الطالب هنا هناك مطالب لننظر ما هو المطلوب الأول أوجد معادلة الانحدار الخطي بعد ذلك تنبأ بعدد ساعات التمرينات الرياضية عندما يكون عمر الشخص خمسة وثلاثين سنة لنبدأ بحل هذا التمرين بداية عزيزي الطالب نحن نعلم في بداية هذه الحلقة ذكرنا أن معادلة خط الانحدار هي صاد هاد تساوي ألف زائد باء سين أذكرك عزيزي الطالب أن ألف هو الجزء المقطوع من محور الصادات وباء هو ميل المستقيم وباء تساوي نون مجموع سين صاد ناقص مجموع سين ضرب مجموع صاد على نون مجموع سين تربيع ناقص مجموع سين الكل تربيع ألف تساوي صاد شرطة ناقص باء سين شرطة حيث أن صاد شرطة أي المتوسط الحسابي لقيم صاد تساوي مجموع صاد على نون وسين شرطة وهي المتوسط الحسابي لقيم سين وهي تساوي مجموع سين على نون الخطوة الأولى يتم وضع البيانات في الجدول كما هو موضح لديك بالشاشة انتبه معي العمر سين 18 26 32 38 ونقوم عزيزي الطالب بجمع هذه القيم فيطلع مجموع سين يساوي 225 بعد ذلك صاد وهي ساعات التمرين 10 5 2 3 1.5 1 وهي مأخوذة من الجدول في بداية السؤال وأيضا مجموع ساعات التمرين مجموع صاد تساوي 22.5 بعد ذلك سنقوم بإيجاد حاصل ضرب سين في صاد كالآتي كما هو باهر لديك عزيزي الطالب فمجموع سين صاد يساوي 625 بعد ذلك سوف نقوم بإيجاد سين تربيع أي مربع قيم سين كما هو موضح لديك 18 تربيع يساوي 324 26 تربيع يساوي 676 32 تربيع يساوي 1024 38 تربيع يساوي 1444 52 لكل تربيع يساوي 2704 وأخيرا 59 لكل تربيع يساوي 3481 وأيضا مجموع قيم سين تربيع ستساوي عزيزي الطالب 9653 بعد ذلك سنقوم بإيجاد الآتي انتبه معي سنوجد عزيزي الطالب صاد شرطة أي المتوسط الحسابي لقيم صاد وهي تساوي مجموع صاد على نون أي 22 تقسيم الستة فسيكون صاد شرطة يساوي 3.75% بعد ذلك سنوجد سين شرطة أي المتوسط الحسابي لمجموع قيم سين وهي تساوي مجموع سين على نون أي 225 تقسيم الستة تساوي 37.5% بعد ذلك عزيزي الطالب كما هو ظاهر لديك في أعلى الصفحة مجموع سين تساوي 225 مجموع صاد تساوي 22.5% مجموع سين صاد تساوي 625 مجموع سين تربيع تساوي 9653 صاد شرطة تساوي 3.75% سين شرطة تساوي 37.5% ونون تساوي 6 بعد ذلك عزيزي الطالب نقوم بإكمال حل التمرين كالآتي با تساوي نون مجموع سين صاد ناقص مجموع سين ضرب مجموع صاد على نون مجموع سين تربيع ناقص مجموع سين الكل تربيع بالتعويض عزيزي الطالب كالآتي 6 ضرب 625 ناقص 225 ضرب 22.5% على 6 ضرب 9653 ناقص 225 الكل تربيع بإجراء العمليات الحسابية المختلفة عزيزي الطالب يكون قيمة با يساوي سالب 18% ألف عزيزي الطالب تساوي الآتي صاد شرطة ناقص با سين شرطة نقوم بالتعويض مباشرة من خلال القيم المحسوبة سابقا بهذا القانون صاد شرطة وهو المتوسط الحسابي لقيم صاد يساوي 3.75% ناقص با وهي قمنا بحسابها قبل قليل تساوي سالب 18% مضروبة في سين شرطة وهي تساوي 37.5% أيضا بإجراء العمليات الحسابية المختلفة سنجد أن قيمة ألف تساوي 10.5% إذن قمنا بحساب قيمة باع وأوجدنا أيضا قيمة ألف بعد ذلك معادلة خط انحدار صاد على سين عزيزي الطالب تساوي صاد هاد تساوي 10.5% ناقص 18% سين حسنا سنأخذ الآن التنبؤ التنبؤ بعدد ساعات التمارين الرياضية عندما يكون عمر الشخص 35 سنة نقوم بالآتي صاد هاد تساوي 10.5% ناقص 18% إذن قيمة سين عزيزي الطالب هنا 35 فسنقوم بالتعويض كما هو موضح لديك 10.5% ناقص 18% ضرب 35 تساوي 4.2 إذن عدد ساعات عندما يكون عمر الشخص يساوي 35 هي حقيقة 4.2 سننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين آخر انتبه معي أراد أحد الطلاب أن يعرف كم تؤثر عدد مرات القياب عن الحصة في الدرجة النهائية التي يحصل عليها في مقرر ما البيانات التي حصلنا عليها على النحو التالي عدد مرات القياب سين هي 10 12 2 0 8 5 الدرجة النهائية في الاختبار صاد هي 70 65 96 94 75 82 أوجد معادلة خط الانحدار رقم 2 تنبأ بالدرجة النهائية للاختبار إذا علمت أن مرات الغياب أو مرات غياب الطالب أربع مرات بعد ذلك أوجد مقدار الخطأ في الدرجة النهائية للاختبار إذا علمت أن عدد مرات الغياب ثمان أيام سنبدأ في حل هذا التمرين انتبه معي عزيزي الطالب كما سبق وأن ذكرنا نقوم في خطوتنا الأولى بتكوين جدول كما هو موضح على الشاشة بداية عدد مرات القياب سين وهي كالآتي 10 12 20 8 5 حتى نقرأ هذا الجدول بطريقة صحيحة يقصد بذلك أنه 10 مرات غياب 12 يوم قياب يومان قياب ولا يوم قياب في حالة إذا ما كان في حين أنه 8 أي 8 أيام قياب وبعد ذلك 5 أيام قياب نتجه إلى الدرجة النهائية في الاختبار في حالة إذا ما غاب 10 أيام فستكون الدرجة النهائية 70 وهي صاد في حالة إذا ما غاب 12 يوم فستكون الدرجة النهائية في الاختبار 65 في حالة إذا ما غاب الطالب يوما فستكون الدرجة النهائية للاختبار 96 في حالة إذا لم يغب الطالب أي يوم ستكون الدرجة النهائية 94 في حالة إذا ما كانت عدد مرات القياب 8 فالدرجة النهائية 75 بعد ذلك 5 ثم 82 بداية سوف نقوم بجمع سين كما هو موضح كالآتي 10 زائد 12 زائد 2 زائد 0 زائد 8 زائد 5 فيكون لدي مجموع سين يساوي 37 بعد ذلك مجموع قيم صاد ستكون عزيزي الطالب مجموع صاد تساوي 482 بعد ذلك سوف نقوم بإيجاد حاصل ضرب سين في صاد أي 10 في 70 فسيكون الناتج 700 بعد ذلك 12 في 65 سيكون 780 بعد ذلك 2 في 96 سيكون 192 بعد ذلك 0 في 94 فسيكون 0 8 في 75 سيكون 600 وأخيراً 5 في 82 سيكون 410 مجموع سين صاد عزيزي الطالب سيكون 2682 سين تربيع أي مربع كل قيمة من قيم سين وهي كالآتي 10 تربيع يساوي 100 12 تربيع يساوي 144 2 تربيع يساوي 4 0 تربيع يساوي 0 8 تربيع يساوي 64 5 تربيع يساوي 25 مجموع قيم سين تربيع ستكون عزيزي الطالب تساوي 337 لنكمل حل التمرين انتبه معي سوف أقوم بإيجاد الآتي عزيزي الطالب صاد شرطة تساوي مجموع صاد على نون أي 428 على 6 تساوي 80.3 بعد ذلك سين شرطة تساوي مجموع سين على نون أي 37 على 6 تساوي 6.17% إذن أوجدنا المتوسط الحسابي لقيم سين والمتوسط الحسابي لقيم صاد لنكمل بعد ذلك نوجد باء وهي تساوي نون مجموع سين صاد ناقص مجموع سين ضرب مجموع صاد على نون مجموع سين تربيع ناقص مجموع سين الكل تربيع بالتعويض من خلال القيم المحسوبة سابقة من الجدول نقوم بالآتي 6 في 2682 ناقص 37 في 482 على 6 ضرب 337 ناقص 37 لكل تربيع وبإجراء العمليات الحسابية المختلفة يكون أنها تجعل لدي عزيزي الطالب قيمة باء تساوي سالب 2.668 من ألف بعد ذلك نقوم بحساب قيمة ألف وهي تساوي صاد شرطة ناقص باء سين شرطة صاد شرطة سبقة وإن قمنا بحسابها وهي تساوي 80.3 ناقص سالب 2.668 من ألف ضرب 6.17 بالمئة وبإجراء العمليات الحسابية المختلفة يكون قيمة ألف يساوي 96.76 بالمئة بعد ذلك نقوم بإيجاد معادلة خطأ انحدار صاد على سين وهي صادها تساوي 96.787 من ألف زائد القوس سالب 2.668 من ألف سين يمكننا كتابتها بعد ذلك بهذه الصورة بصورة مباشرة صادها تساوي 96.787 من ألف ناقص 2.668 سين إذن لنكمل الحل أيضا التنبؤ التنبؤ بالدرجة النهائية للاختبار إذا علمت أن عدد مرات غياب الطالب أربع مرات سوف نقوم بالآتي صادها تساوي 96.787 ناقص 2.668 من ألف سين نقوم بالتعويض بقيمة سين بالمقدار أو بالقيمة أربعة فيكون كالآتي صادها تساوي 96.787 ناقص 2.668 من ألف في أربعة وبإجراء العمليات الحسابية المختلفة عزيزي الطالب ستكون قيمة صادهاد هنا عندما سين تساوي 4.86.155 من ألف أي تقريبا 86 الدرجة النهائية عندما يكون عدد مرات القياب أربع مرات ستكون تقريبا 86 حسنا لنكمل مقدار الخطأ يساوي القيمة المطلقة للقيمة الجدولية ناقص القيمة التي تحقق معادلة خط الانحدار نوجد القيمة التي تحقق معادلة خط الانحدار إذا علم أن عدد مرات الغياب تثمانية أيام كالآتي عزيزي الطالب نقوم أيضا بالتعويض بقيمة سين بثمانية صادهاد تساوي 96.787 من ألف ناقص 2.668 من ألف في سين وبالتعويض بقيمة سين في ثمانية سيكون الناتج صادهاد تساوي 75.443 من ألف بعد ذلك صاد واحد سوف نوجدها من الجدول وهي تساوي 75 ونقوم بالتعويض مباشرة في مقدار الخطأ كالآتي وهو تساوي القيمة المطلقة صاد واحد ناقص صاد أثنين تساوي القيمة المطلقة لـ 75 المأخوذة من الجدول ناقص 75.443 المحسوبة باستخدام لمعادلة خط الانحدار عندما سين تساوي ثمانية يساوي 443 من ألف بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نقوم بأخذ مجموعة من التمارين الموضوعية انتبه معي في البنود ظلل الدائرة ألف إذا كانت العبارة صحيحة وظلل الدائرة با إذا كانت العبارة خاطئة إذا كانت العلاقة عكسية بين متغيرين انتبه معي عكسية بين متغيرين فأن ذلك يعني أنه كلما زادت قيمة المتغير سيم فأن قيمة المتغير صاد تزيد نحن نعلم أن العكسية عندما تزداد قيمة المتغير سيم فأن قيمة المتغير الصادي سوف تقل بذلك ستكون الإجابة هنا عزيزي الطالب أو العبارة ستكون عبارة خاطئة لذلك سوف نقوم بالتضليل طبعا حسب التعريف بالتضليل بالاختيار با انتبه معي عزيزي الطالب إلى هذا التمرين إذا كانت قيمة معامل الارتباط مساوية سالب واحد فإن العلاقة عكسية تامة بين المتغيرين نعم عزيزي الطالب أن هذه العبارة عبارة صحيحة فبالتالي سوف نقوم باختيار الرمز ألف لنأخذ التمرين الثالث إذا كان معامل الارتباط صفرا فإن الارتباط تام نحن نعرف بأنه إذا ما كان معامل الارتباط يساوي صفر فهذا يعني أنه لا يوجد علاقة بين المتغيرين موضع الدراسة بذلك ستكون هذه العبارة عبارة قاطئة وسوف نقوم بالتضليل للرمز باء إذن الارتباط هنا منعدل لنأخذ عزيزي الطالب هذا التمرين في معادلة خط الإنحدار يوجد متغير مستقل واحد ومتغير تابع واحد من التعريف عزيزي الطالب سنجد أن هذه العبارة عبارة صحيحة فبالتالي سوف نقوم بتضليل الاختيار ألف لنأخذ في هذا التمرين في البنود اختار الإجابة الصحيحة لكل بند ثم ضلل الدائرة الدال عليها أولاً قوة العلاقة بين متغيرين تتحدد بقيمة من عزيزي الطالب؟ نحن نعلم من خلال دراستنا سابقاً أن قوة العلاقة بين متغيرين تتحدد بقيمة راء أي بقيمة معامل الارتباط لذلك سيكون الاختيار عزيزي الطالب هنا هو الاختيار ألف لنأخذ هذا التمرين إذا كان معامل الارتباط يساوي 13% فإن ذلك يعني انتبه معي ارتباط طردي قوي أم ارتباط طردي ضعيف أو ارتباط عكسي قوي أو ارتباط عكسي ضعيف بما أن قيمة معامل الارتباط عزيزي الطالب هنا قيمته موجبة إذن سوف نستبعد الاختيارات التي يكون فيها أي نوع من الارتباط الأكسي فبذلك سوف تنحصر إجابتنا ما بين ألف وبع بعد ذلك يتحدد حسب قيمة معامل الارتباط الموجود لدي فمن الواضح بما أن معامل الارتباط يساوي 13% إذن سيكون هو ارتباط طردي ضعيف فسيكون الاختيار عزيزي الطالب هنا لاختيار الرمز با لنأخذ هذا السؤال إذا كانت معادلة خط الانحدار هي صادها تساوي 3 زائد 5 من 10 سين فإن قيمة صاد المتوقعة عندما سين تساوي 4 هي نبدأ عزيزي الطالب بالتعويض مباشرة حيث أننا نقوم بالتعويض بقيمة سين في هذه المعادلة سين تساوي 4 كما هو ظاهر لديك عزيزي الطالب انتبه معي صاد تساوي 3 زائد نص في 4 فسيكون صاد تساوي 2 زائد 3 أي صاد تساوي 5 فبالتالي سيكون الاختيار عزيزي الطالب هنا هو عبارة عن الرمز با لنتجه لهذا السؤال الصورة الإحصائية لمعادلة خط الانحدار تكون على الصورة ألف سين هات تساوي ألف زائد با صاد با صاد هات تساوي با سين زائد ألف جيم صاد هات تساوي ألف سين زائد با وأخيرا دال تساوي سين هات تساوي ألف صاد زائد با ومن خلال معلوماتنا التي سبق وأن قمنا بتعليم وبدراستها نحن نعلم أن الاختيار سيكون كالآتي صاد هات تساوي با سين زائد الألف عزيزي الطالب في ختام حلقتنا لهذا اليوم تطرقنا إلى موضوع غاية في الأهمية وهو موضوع الانحدار وأخذنا مجموعة متنوعة من التمارين وأيضا أخذنا مجموعة من التمارين المقالية ومن ثم بعد ذلك للتعزيز أخذنا مجموعة من التمارين الموضوعية عزيزي الطالب في ختام حلقتنا لهذا اليوم أتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم ولنا لقاء في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة